تحل اليوم ذكرى ميلاد الشعر الكبير أمل دنقل أحد أبرز الشعراء المصريين في العصر الحديث والذي لقب بأمير شعراء الرفض والذي من أبرز مواقفه رفض الصلح مع إسرائيل مزيد من التفاصيل في التقرير التالي كانت هويته هي السباح عكس التيار سواء في موهبته الأدبية أو في علاقته بالسلطة إنه الشعر الراحل أمل دنقل الذي ولد في الثالث والعشرين من يونيو من عام 1940 في مركز قفط بمحافظة قنة ثم انتقل للقاهرة للدراسة في كليات الأدابة لكنه ترك الدراسة بعد السنة الأولى للتفرغ للعمل فتنقل بين عدة هيئات حكومية كموظف لكنه كان دائما ما يترك العمل للتفرغ لكتابة الشعراء وعلى عكس الاتجاه السائد في منتصف القرن الماضي استوحى دنقل أسلوبه من التراس العربي وليس القوالب الغربية وفي عام 1969 أصدر ديوانه الأول بعنوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة الذي جسد فيه إحساس الإنسان العربي بنكسة 67 الوقوف على يسار السلطة كان موقف دنقل دائما فكانت قصائده دائما ما تضاه في صدام مع الحكومة نستقصيدة الكعكة الحجرية التي أشهد فيها بطلاب الجامعة الذين تظاهروا ضد الرئيس السادات في عام سنين وسبعين لكن موقفه المعارض لمعاهدة السلام مع إسرائيل يظل أشهر معاركه مع السلطة وكتب حينها أشهر قصائد لا تصالح والتي كانت تردد أثناء المظاهرات المناهضة للسلام مع إسرائيل وبعد صراع طويل مع مرض السلطان توفي أمير شعراء الرفض في الحادي والعشرين من مايو من عام 1983 وهو لا يزال في الثالثة والأربعين من العمر بعدما قدم ست دواوين شعرية تعتبر من رواء الشعر المصري في العصر الحديث ترجمة نانسي قنقر